سلام لبنات كدير اللبس عليكم هانيا نتمنى يا ربي تكون على خير وباخر شكرا لكم الساف على التجاعة ديالكم اليوم اغانو جد معكم نسال الطرق يجي مقرب مش ولديد تبعوا الفيديو حتى الاخر وغاد انتشوفوا الطريقة بالنسبة للمقادير عندي معلقة ديالنافع معلقة ديالحبة حلاوة معلقة كبيرة جوج معلقة ديالزبدة شوية ديالملح نص معلقة ديال القرفة جوج معلقة ديالزيت المائدة نص كيلو ديالبدقيق الابيض الفورس نص خمارة نص كاس ديال الماء الزهر كاس الماء عادي اه صفر البيضة هناخد اه اه نافع وحبة حلاوة ونزيد عليهم داك الكاس ديال الماء هادر قياس اه الكاس ديال العنبة وصفيهم نديرهم فوق البوطة صفيهم من بعد ما تلقوا ليهم زيان هنص فيهم صفة يرقق صفي وانا غدا نحتاج اه كاس ديال الماء هنكمل الكاس بالماء عادي صرفيهم نخلي هنا يعلاجين بابردلية هنا ايخ ديت الكسعة وغضر نغرب الدقيق عندي هنا يا نس كيلو ديال الدقيق يعني خمسمائة جرام ديال الدقيق دقيق اه الفورس الابيض صفي غنغرب له وبالنسبة اللي بغا يدير كيلو يضعف الماء المقادير صفي هنا يندرس نسمع علقة صغيرة ديال القرفة واللي ما كتعجبوش القرفة ما يديرهاش هي كتجي فيها زبينة وانا عندي نزيد نص اه خمارة حمرة الخمارة ديال اللي حلوة سايا غدا نغرب لها بالنسبة اللي بغاها اه جيها جي من فوقها ليه بزيف يدير اه خمارة كاملة هنقدرت شوية ديال الملحة اه هنا يعندي جوج معالق كبار ديال الزبدة تكون بدرجة الحرارة المطبخ اه ممكن اه دوبوها هنا يعندي جوج معالق كبار ديال زيت المائدة إلا بغيتوها ما تجيكم مش مقرمشة تجيكم هشيشة بزاف ديرو ثلاثة بغيتوها تجيكم غي مقرمشة اه ديرو غي جوج معالق صافي غندخل الزبدة في الدقيقة مزيان اه ممكن ديرو لوز اه مطحون ممكن ديرو زنجلان انا صافي يخليتها هكاية بسيطة وسهلة يعني مادرت ما دستش فيها قاعدت تحسينات خليتها عادية طب اه هنا غنزيد اه سفر بيضة ونزيد نسي كاس ديال الماء الزهر طب اه نخلط مزيان بالنسبة للكاس ديال الماء ديال حبت حلاوة والنافع اه غنزيد بشوية بشوية حتى نشوف علىها احسب النوعيات ديال التقاق يقدر يهزو ليه كامل يقدر ما يهزوش مهم احسن نقود زيدو تدريجيال باش تشوفو واش غادي يهزو كامل يعني يطحين لحسن بالنوعي ديال التقاق كي باش كتكون طب اه انا نقاها قيا نجمع العجينة ونزيد غيب شوية بشوية حتى نشوف يمكن غادي تهزليها العجينة اه تهزليها كاس كامل طب اه راه اخضط لي الكاس كامل ديال التقاق انا راه يجمع العجينة ما عجنتها هاش اه صافي غا نديرها في السلوفة ونخليها ترتاح انا عندي الوقت عجنتها في الصباح واخليتها بالنسبة اللي غايتوا تخدموا بها يعني فالنفس الوقت اما ديروها في العجينة تعجنوا مزيان والعجنوها غا يبديكم مزيان صافي وخليها ترتاح واحد الخمسة دقائق وصافي واشكلوها صافي انا هنا يا انا خليتها مشيت طيب الغداء وجدت وعال بشر رعت ليها اه لقيتها ارتاح تليم زيان انتم ما كيفاش كتش تشوفوا يعني راه ارتاحت صافي هنا يا غدا نحرب لها ونقطعها لأول مرة كيشوف القناة ديالي ما ينساش اه ليه لايك واشتراك وتفعيل جرس بجدي ما يبقي وصله الجديد صافي انا كملت ذلك الكمية اللي عندي اه غلناخد الميزان وعنابر اه بالنسبة ما مهم الميزان مش هي يكون اه ضروري ممكن تديروا غيب هكا عينكم ميزان كومو صافي انا قل صافي انديرهم باش يجوني هكا يا زمام قدي اندير هكا مهم ما نفوتش خمسة واربعين اندير خمسة واربعين ثلاثة اه هكا اربعة واربعين صافي انا نبقى هكا يا باتشكل هكا يا حسين نكملك يا همي صافي انا اه 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 درسم هكا كوبيرات باتطارقة هكا يا مهم اه خرق الانسكيلو ديال دقيق خرج ليه 18 الكورة هكا متوسطين صافي اهنا انا غدا انطلقهم اناورقهم بميزينة مش بزيت كلي كي يدير زيت ولا كي يمل احسن ما يزينك صفي هنا كنناخد انا جوج كورات كنا نديرليم هكا بهذه الطريقة وكنتلقهم في نفس الوقت هالطريقة هادي كتجي سهلة وضغي كت يعني ضغي كنكملهم وكي ياخدش لنا الوقت بزاف صفي كنطلقهم في نفس الوقت بجوج تنقى هكا بهذه الطريقة هادي حتى سنكمل ذاك الكمية اللي عندي كاملة انتما تشوفوا معيها الطريقة كيفاش كندير ما كتاخدش لياجه على الوقت بزاف وكي يجيوني مقادي صفي انا احنا يكمل الكمية اللي عندي كاملة اه غنورق غيب ميزينة صفي خديت اللولة غنندهنها ميزينة باش ما يتلاسقوش ليه وندير الثانية هاو ثاني ندهنهم مزي اندهنها مزيان رشالها ميزينة مزيان باش مطلق ضرور يخسكون ميزينة كثيرة باش ما تلاسقش من نورقوه صفي هنا يدرت اه اه اربعة كنورق اربعة في نفس الوقت صفي وغنورقهم ولكين كترو ميزينة باش ما هي يتلاسقوش صفي هنا يغنبقها كايبات طريقة هادي حسا نورقهم مزيان اه ما يخصوش ما يكونوا تكون لجينة رقيقة باش كي اه باش كت جينة مقرمشة صفي نبقها كايبات طريقة هادي حسا نحصل على الرق اللي بغيت حسا نحصل على الرقل ربخك تشوفو محاكار ما كيتلاسقوش يلكتم كتر الميزينة بزاف يعني وخاكت ورقو بلق ما كيتلاسقوش صافينا يا نانتو ماشتي ما كيتلاسقو لزاشي حاش صافينا رققتهم زيان صافينا نبقاها كايبات طريقة هذي حتى نكمل كمية اللي عندي كاملة صافينا نعود معكم الثانية نفس الطريقة اللولة ندي الميزينة ندي اللولة الثانية الثالثة الرابعة بالنسبة الوحد البنس فاش كنت ترت الخبز ديال الطاكوز قاتلي اختي انا را ما كتجينيش دائرة ما كيجينيش يعني لشكل دائرة اختي قاتليا الطريقة الطريقة هكا كندير كنورق بحالات شكلها كايا وكندور يعني باش كنقام تافضاع لاذيك الدائرة بحالات شكلها كايا اما يلا بقي زي كتورقي في جيعة واحدة را قاتلي يا را كيجيني مستاطي المهم الدائرة قاتلي يا ما استقادش لي اختي انا انتي كيفاش كندير كتورقي في جيعة واحدة والدوري كتورقي في جيعة اخرى وكتصافي وكتبقي محتفظة على الدائرة طفي هنا كميلت الكيمية اللي كانت عندي كاملة هنا ياخديت هذه الشيطة هذي كنحيدك الميزينة صافيكو نحطهم سما باش نغطيهم طرور يخصوا ما يتغطى وباش ما يقساحوش صافيكو نبقى هكايا بشين حيدة الميزينة اللي زيدة كاملة عاد ندوز نطيبهم طفين ندرت المقلة كاتتخون آآ المقلة تقيلة فان انا انا ندرتها طيب ما نخليواش تحمر غي كنصهدوها وكنحيدوها ايلا تحمرت رفاش كنجي نقليوها عبتاني كتزيد تحمر يعني ما كتجيش يزوينة كتجي تقدر تتحرق لينا في القليان صافيان تغيك كتصهد من جيها اللولة كنقلبها او ثاني ونعود نقلبها ونحيدها نخصاش تتحمر لنا باش ما تقساحش والعافية باش سخنط لي المقلد رتها نسوسطة لانتو ما كيفاش كتجي خصيكون بس تجي بيضاء على جينا صافيان ايا انا درسانة تانية او تاني واتشوفو كيفاش عسالي نفس طريقة دي اللولة ببرايك انا صافيان اقلبها صافيان حيدها باش ما تتحمرش ليها لا نسو ما كيفاش صافيان هنا يا را كنحيدهم من المقلق كنديرهم هنا يا كنغطيهم كن بالمندير والبلاستيكا باش ما يقساحوش دارور يخصكم تغطيهم زيان باش ما يقساحوش هنا يا غدا صافي غدا باش نحيد منهم دي كل كند ما زال في ما كاياشي ما يزينا كند ناخد مني ساد الشيتة هادي كند نحيد بيها باش شاد ما يزينا هكا فاش نبغي ونقليهم وتضيع شينا الزيت تفطف الزيت وغادي هتحرق وصافي غا يضيع لنا الزيت من احسن هكا يا كنحيد واكا ننقصوها انا اخضيت الزبدة والماء خلطتهم مزيان باش نسدل بهم انصيب حتى التانية نفس الطريقة زي انحيد منها انحيد منها ما يزينا اه انا كندير اه واحدة فوق واحدة باش كيجيونهم مورقين كيلي كيدير غير واحدة وصافي وكيطويها ما يمع ان لا انا كندير جوج كتجيني ومرقها بزاف وكبيرة انتوا اما يما انتم ما تشوفوا ده بالطريقة كيفاش كندير هافي غا نبقها كي كان طويها شوية تكون عريضة ومرخوفة ما كان كرش يدي دي باش ما كيجيو يتقلو اه كيلقو فين كيتنفخو وكيجو مورقين على الطريقة هاكاية يعني كان تكون طوية تكون شوية عريضة وما تكرزوش يديكم وما ترخفوش يديكم بزاف صافي هنا اي غا ندير ديك اه تقيق والماء باش نست هاد ال هاد العجينة هاكاية باش ما يتحلوش ليه في القليان صافي بحالة شكل هاكاية صافي على ثاني غا ندير نفس الطريقة كم في الدرس في اللول هنحيل المايزينة اسمحوا ليه صافي على ثاني وندير على شكل الحربول كان مسحة ديك اه مايزينة اللي كان حييت كان مسحة باش ما نعودش تزليه في العجينة صافي غا نبقى هاكاية وثاني طوي شوية مرخوفة على الطريقة هاكاية صافي ونسد بالماء والدقيق باش نسدوهم زيان باش ما يتحلوش ليه في القليان رحا نسلطر كي يجي زمين ومقرمش وما كي ياخدش لنا الوقت بزاف طريقة نكمله طب هنا ركملت هذه الكيمية اللي عندي طب هنا هاكا نقطع عملات شكل هاكاية على شكل مائل اه ممكن تقطعهم بالمقص مهم عن طب هنا قطعتهم غير بالموس كل واحد وكيفاش كيدلهم تقطيع عادية كلي كيدلهم صغار كلي كبار مهم كل واحد دوس مثل انا درسم هاكا لا تشكل هاكا يا مائل كي يجي شكل يالهم زبين وكي يجي وشوية كبار طب هنا تجنب كان حيي دمتها ومارة ما كان ضيع مش كان قليهم حالة تشكل هاكا كي يجي هنا يا را كنت كنصحب تليفون كي يصور وما كاش كي يصور اه هنا را طيبة طيبة اللولة تكندير الزيت حتى كي يصخن مزيان وكننقص البوطة باش مين كانديرهم ما كيتخطفوش ليه يلا كانت العفية مجدرة طب غايكا تحطيهم في الزيت كيتحمرو وكي يبقوا ملنا من الداخل تبقى وبيضين معجنين ما كي يجوش زوينين ما كيجوش مقرمشين غايكا تسخن الزيت كنقص البوطة العفية تسكون مهيلة صافي وكي يطيبوا على خاطرهم وكي ياخدوا اللون كيجو محمرين اما فاش تسكون العفية يعني مجهدة كيجو محمرين بزاف صافي وكي قليت حمرت كنقلبها محمرين باش مين كانديرهم فلاسل كي ياخدوا دك اللون ديالهم كيجوز بين اما يلا تحمروا بزافة كنديرهم فلاسل كيجو واحد اللون ما زوينش كيجو مغموقين حمرين بحل اللي كيتبدل لهم شكل اللون ديرهم بحل شكل اللون مارو صافي نرى دك اللاسل هو اللي كنت حطرت معاكم من قبل صافي هنا ايه كان قنهز وكان نحط في العسل مباشرة كان غاية كان حايد منه مزيت كان حطم في العسل صافي نبقى هكي حتى نكمل دك الكيمية اللي عندي كاملة سموكي باش كديرك جو مر قامل داخل وصدي لكي جو مر قو طيب اشتب كيفاش كاد جيه. اهنا يا را كمالس. انتما عدك يعني كجات مذهبة. هديرت طيبة الاخرى بقتلية فلاسة عن حي دها. اللون جا مذهب. يعني وقال الكاميرا را مكاتبين شلون نيشن. را مع الضوء دك شيء الاضاءة. هالجات مذهبة. سوفي غنحي داد آآ اللي بقى عندي ملاسل. وفي ذاك الاسل كان اخوي عليها من الفق. من الفق. وقتا نخليها كايف الكسكات حتى كتشرب دك العسل وكتسقطار من العسل. دك ساعات كندوز كندير لها الزنجلان. مون كي اللي كيرش عليها الزنجلان هكا كدشي كاملة الزنجلان. آآ انا كندير لها كبه الطريقة هادي. الزنجلان راني آآ قليتو من قبل. نانسي كيفاش كدشي 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 محلولة من الداخل. كدشي مورقة. اللي زيرتنا فاش كنكونو كنان طويوهاي اللي زيرتنا يدينا ما كدشي مورقة. اللي زيرتنا فاش كدشي مورقة. اللي زيرتنا فاش كدشي. ديجا تغزا لوم قرمشا كدف الفم. يعني غير آآ ديروا هالطريقة هذي وراء هذا تجيكم يعني تبغي هالطريقة هذي واذا تنجح معكم واتجيكم مقرمشا بالنسبة لك يبغيها تكون هشيشة جزاف يزيد مع القضية الزيت. ها وشك النهائي ديالا كيف هشك تجي انتم ما عرف هشك بركتي عليها كيف هيا انتم ما كيف هشك تجي كتجي طيبة من الداخل كاملة من الوسط من الداخل آآ بسلام عليكم.